اشتركوا في القناة وقلبها الجحيم ويلا نبدأ بقصتنا اسمي حسن متزوج وقاعد ببيته لي موظف واشتغل ببظيفة على قدي قدرت اشتري بيت بيت صغير جدا صاير بطارة في المدينة ومرتب الابعد الحدود حطيت كل فلوسي بي انتقلت انا وزوجتي وابني وشند كل جمعة اخذ عائلتي اللي هي زوجتي وابني وروح لهلي هذا شنت اسوي كل جمعة وحياته طبيعية ومستمرة البيت هذا اللي اشتريته كان بيه قطعة من الارض فارغة ليورا صغيرة تطلع تقريبا طولها بست امتار والعرض مالتها مترا كانت حديقة خلفية للبيت ما مستفاد من عدها حاجة كان بيها عدة اغراض وكراكيب وكلها اغراض لازم تنكاب بالنفايات زوجتي قالتلي شون رأيك انا اضفها وارتبها والاشياء اللي ريدهم اعزلهم والاشياء اللي ما ريدهم هطلحن يمن الباب البره ولما تجي انت تشوف الهن حل قلت له واش نسوي بيها قالت نجيب دجاج ونخليه بيها نستفاد من البيض ومات وانا احب الحيوانات كانت فكرتها جميلة جدا وبدت تنظف تقريبا يوم والثاني هي تنظف بيها وباليوم الثالث لما رجعت قلتلي لقية حية وضربتها ومعرف وين انهزمت وضربتها ضربة قوية على رأسها لكن ما ماتت وقلتلي هسه أنا خايفة حتى اروح ورا البيت كل ما اروح اشوفها تتمشي قدامي ولما اركز زين ما القاها المهم قلتلي لا تخافي راح اجيب سم وعالج البيت كله جبت سم وعالجت البيت كله حتى الورا البيت واجلنا موضوع الدجاج لغاية ما نلقي الافعة المهم ومر يومين على سالفة هاي الافعة واني رجعت للبيت المغرب دخلت للبيت المغرب وشفت زوجتي واقفة المهم كلمتها ما ردت علي وهاي مو من عوايده قلت احتمال ما سمعتني لكن هسه تعرف انه واني اجيت وتجي تلحقني للغرفة وانتظر بها هسه تجي وهسه تجي وما اجدتي المهم طلعت ناظرت بالمطبخ هي ان كانت واقفة ما لقيته وروحت للباب ما للحمام فتحت الباب ما للحمام وكانت مقفولة وصاحت بي قالتلي اجيت جنت متفاجئ قلت لها انت مو جنت بالمطبخ قالت لا صال تقريبا بالربع ساعة انا داخل الحمام صفنت شوية وقلت لعد اللي شفت من اذا مو زوجتي المهم طلعت قلت لها انت شنت لابسة هدوم قلت لذن اللي شفت ها كانت بغير ملابس قالت انت بيك شي ما حبيت اقول لها حتى لت خاف قلت لها لا ما بي اي حاجة قالت ما عرف شبيك شو وجهك متغير وشك لك يعني ما الواحد تعبان قلت لها جدا تعبان المهم عدت هاي الليلة طبيعية ومشت وثاني يوم الصبح لما ردت اطلع للشغل قالت رح يجي اخويا وياخذني للمستشفى لان ابنك مريض قلت لها تمام قلت وبعدي يرجعني واحتمال امر على اهلي قلت لها اوكي راحت هي وانا هم طلعت للشغل كملت شغلي ورجعت على العصر ورجعت منهك وتعبان جدا وكالعادة دائما لقاها واقفة بالمطبخ تحضرن اكل فقلت تعالي الاحقيني ظهري يوجعني جدا راح انام على السرير بزد الكيلي ظهري قالت تمام وما اندارت علي رحت للغرفة مددت وهس تجي وهس تجي وما صحت عليها صوت عالي وبعدها سمعت صوت خطوات وعرفت بيها اجدتي ما انطيتها وجهي يعني ما شفته شنت دائر وجهي بالصفحة الثاني حسيت بايدها على ظهري وبدت تدلك اب ظهري وكأنه خبيرة بالتدليك هي كانت دائما نسو هذا الفعل يعني اقول لها انت دائما لكيلي ظهري كذا تدلك لكن ما تعرف اضل كل ساعة اقول لا مو هنا اصعد شوي بعد لي جو وكذا هي المهم كانت تدلك بصورة مطبيعية ظلت تدلك الي تدلك الحدمة وفيت واني ما اشعر بنفسي وحتى حسيت بيها لما مددت بصفي ونامت كل هذا الشي شعرت بي بعدين صحيت على صوت مالدوشة بالبيت وحركة ولما ركزت عرفت هذا صوت نسيبي اللي انا ما اخذ اخت وهي صوت زوجتي وصوت ابني الصغير اتفاجأت وين كانت لا يمكن هو اجع علينا المهم لما قمت من المكان وشفتهم لقيتهم بينين انه هستوهم داخلين قلت لها انت شوقت اجيت قلت هستوني اجيت مو قلت لك راح اروح لأهلي عجيب والله بين و بين نفسي قلت من اللي دلك ظهري ومن اللي كانت نايمة ابصفي زوجتي قلت لي شبيك انت صار لك يعني عدة ايام مو على وضعك الطبيعي قلت لها لا لا ما بيعيش بس اجيت تعبان المهم لما انطلع اخوها قلت لها راح اتكلم مياج كلام لكن ما اريدش تاخدين اه بغير صورة او غير شي اريدش تفتهميني ولا تخافين ابد قالت هسه انت من اسلوبك خوفتني احتي بسرعة قلت لها انا صار ويا كذا وكذا ضحكت وقلت لي هذا احتمال عقلك الباطن احتمال انت نايم وحلمت ترى ما كهيش ايش وقامت تضحك بصوت عالي وتقول لي عبالك تريد تخوفني او شي ترى ما كهيش ببيتنا هي كانت تقول لي هذا الكلام وان تشلت مو خايف لكن مستغرب من هذا الفعل وبأحد الايام شوية تأخرت بالعمل ما خابرت زوجتي ولما رجعت للبيت لقيتها قاعدة سلمت عليها وما ردت لي المهم جيت عليها وقلت لي شبيت ما تردين السلام كانت تقول عشت وياك هذا العمر كل وتمديدك وتضربني على مود الأكل لأن ما عاجبك وبعدها تطلع من البيت وما ترجع ألا هس وبوقت متأخر إذا ما تريد ني والدين الأهلي وطلقني هذا الكلام كان مثل الصاعقة ونزلت على رأسي أصلا أنا لم رجعت للبيت نظرت بوجه وحلفت وقسمت أن أنا لم دخلت للبيت أبد وما أجيت المهم كانت تقول لي والأكل اللي كبأته وعفتني وطلعت ظليت أحلف وأقسم وهي كانت ما الصدق بي الغاية ما خبرت واحد ويانا بالدوام وقلت لأحنا اليوم نيوين اتأخرنا وبوقت هضحك وياي وقال لي ها خايف من زوجتك مو حققت وياك أنا هم قلت لأ الموضوع أكبر من هذا جاوب وقال ايه تأخرنا اليوم بالعمل يلا صدقت بي ومن صدقت بي وقعت بمشكلة ثانية وهي أنه خافت وعرفت أنه البيت بي جن لأن هاي الأفعال بس الجن يقدر يسويها قلت له هس صدقت بي لما قلت لك ش انت الضحك علي ترى يكون جن جا يدخل ببياناتنا ويريد يخرب علاقتنا المهم قمنا نشغل القرآن بالبيت على مدار يمكن أسبوع كامل عدت الأيام علينا بسرعة والبيت رجع طبيعي وما تكلمنا لأي أحد منهن بهذا الموضوع ويوم من الأيام رجعت كعاتي متعب جدا ونميت على السرير وشنت نايم على بطن وتعبان تعب شديد من شدة التعب شنت ما قدر حرك نفسي عبد حسيت أنه زوجتي يجدت يمي وحطت إيدها على ظهري وبدت تدلك بظهري ومن دخلت للبيت لقيت زوجتي واقفة بالمطبخ وكلمتني قارت تريد أكل قلت لها تعبان أنام ساعتين هجوا وقعديني ووراها آكل لان اليوم جسمي حيلي واجعني ورحت نمت بمكاني وحسيت أنه زوجتي يجدتي وجايت حسيت أنه صعدت فوق ظهري وبنفس الوقت حتى شعرها نزل على وجهي وتشلت أجتم العطر اللي موجود بشعرها وجايت تدلك بظهري واللي حدث هنا قامت تدلك بقوة من شدة القوة صرخت وقدت لها شبي جد الكين بهي الصورة ما ردت علي وبعدها حسيت أنه مثل واحد حط رجلة فوق رقبتي من الخلف حسيت العظام ما رقبتي تريد تنكسر وقامت ما أقدر أتحرك الغاية ما صرخت صرخة عالية وخف الوجع عني لكن ما جا يقدر أقوم حسيت نفسي أنه انشليت وأسمع زوجتي تقولي بس أطلع من الحمام وأجيك ترى ما جاي أسمعك يعني اللي كانت تدلك ظهري مو زوجتي وهس أنا عاجز عن الحركة وما جا يقدر أتحرك قمت أتعود الشيطان وأقرأ قرآن الغاية ما طلعت زوجتي من الحمام والنوب أسمع أتكلم برا بنفس صؤتي وتقول لي ها اش رايت كأنه آي وما جاوبها وبعدها دخلت للغرفة وصرخت لقيتني نايم كانت مصدومة وتعيت وتقول لي لحاجيت منهم وقوم شوف واحد يشبه بالبيت جاوبتها وقلت لها ما أقدر أتحرك من مكان روح يجيب الولد من غرفته وتعالي ابن كان بالغرفة الثانية راحت ترك لجابته وقعدت وقمت أنا أقرأ قرآن وريد جسمي يتحرك ما أقدر وقلها ما جا يحس بي أقلها أضرب بكل قوت تضرب جسمي وظهري بكل قوتها ما جنت أحس بي نهائيا المهم لما شافت الوضعية هيك اصرفت وخابرت أخوها ويجي علي واخذوني للمستشفى قلت لها مالد أهلي يعرفون وقلقهم رحت للمستشفى والدكتور قال ما بي أي شي هذا مرهم تخلوه على ظهره وإن شاء الله باطل يتحسن ويقدر يمشي ما بي أي حاجة عنده شوية شد بعضلات ظهرة وصدق بعد ما نطعني هذا المرهم وضربني وبرد حسنت شوية رحت للمستشفى ما أقدر أمشي تماما رجعت أمشي وبالسيارة حتين من موضوع عنه زوجتي وقالت البيت ما نمسكون بالجن أخو زوجتي قال لها شن هاي الخرافات اللي جاي السولفون عنها هاي عودت تثنينا تكون متعلمين ودارسين وينكو جين بهذا الوقت المهم وصلنا للبيت وأول ما دخلنا شعلنا قرآن واستمرنا على القرآن تقريبا شهر والوضعية قامت تمشي ويانا طبيع بكل سلاسل لكن احنا بعدنا نتذكر الموقف والشي اللي حصل الغاية ما يوم من الأيام وديت زوجتي الأهلة هي وابني وتأخرت ورجعت للبيت تقريبا الساعة بالوحدة ظليت سهران يم أصدقاء إليه ورجعت بالوحدة كان جسمي مهدود تماما مباشرة رحت للغرفة ماتتي مددت ونمت قفن عيوني وحسيت أنه ايد تحتضني والمشكلة الأكبر أنه أنا افتريت وكان العيون مغمضات وحضنت القدام والأمر طبيعي جدا الغاية ما شعرت بحرورة بجسمي مو طبيعية شعرت أنه أنا لازم جسم حار وهذا الجسد مو جسد زوجتي هنا نداركت الموقف أنه أنا أصلا زوجتي ما جايبها للبيت وزوجتي يم أهلها فتحت عيوني لقيت نفسي أنه أنا حاضن وما عرف شنو لونه كله أسود بأسود لا هو جسم بشري ولا جاي أشوفه عدم لأن الغرفة كانت ظلمة صرخت بصوت عالي وقدت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووقّر عني هذا الشيء وسمعت يعني مثل الصوت بالغرفة قفزت بسرعة من مكاني وشعلت الضوة وهنا كانت الكارثة كانت وحدة بجسم زوجتي شعرها نفسه لكن الوجه مختلف وجه أبيض جدا جدا البيض مات مطبيعي وشاحب والعيون كانت معرفة شونها مو عيون يعني واضحة تماما العيون كأنه فوقها مثلا عدسة أو حاجة العين يعني مو صافية كان لونها خابط وظلت 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 أردد بآيات ابن القرآن لكن الآيات جاي أقراهن غلط ما جاي أركز بهن وبنفس الوقت المخارج مال الحروف ما قدرت ألفظها عدل ظلت جامد بمكاني وريدها تروح لكن ما تروح الغاية ما قلت لها أنت منه فتحت حلقها وكانت ما عرف ش تتكلم اللغة غير مفهومة بصوت مبحوح جدا المهم رجعت القراءة القرآن وبعدها رقضت وطلعت من الغرفة فقمت مباشرة وراها أردد شوفها وين راحت لأن ما سمعت صوت أنه طلعت من البيت قمت وقمت أفتر بالغرف والممرات وصلت المطبخ ونظرت كانت الوضعية طبيعية الغاية ما وقع صحن من فوق على الأرض وبعدها السكاكين الموجودة والأشياء مال المطبخ كلها قامت تطير وحدها وتسقط على الأرض وحسيت بهوى مر من جانبي بسرعة قوية والباب مال المطبخ انسدت وبعدها ردت انفتحت بسرعة حتى عورتني برجلي طلعت أركض والباب مال الحمام انفتحت وحدها حسيت أكو أحد قاعد بالحمام وردت الباب انسدت بسرعة بذاك الوقت من شدة الخوف والرعب اللي مريت به طلعت أركض بالشارع بالملابس الداخلية تكرمون حتى نعال ما لابس وظليت واقف بالباب وأستحي أخاف يطلع أحد ويشوفني الحمد لله والشكر كان الوقت متأخر وبدأ الوقت يمشي واني كل مرة طب للبيت أشوف شخص يا أمه واقف بالباب يا أمه يعدي يا أمه أشوف الأضوية تطفو وتشتعل كأنه شخص جاي يحذرني واني أرجع وأدخل للبيت مرة ثانية وليت واقف الغاية ما سمعت الآذان وخفت أطب وطلع رجال رايح للصلاة وهذا الرجال جيران لما شاف وضعيتي هيتي استغرب سلم علي وقل لي ولا وتدخل مني لكن انت ليش طالع برا وليش ملابسك هيش ليش طالع بالملابس الداخلية شن اللي صاير وياك يا ستار قلت له ماعرف البيت ماتي ما درش بي وزوجتي ما موجودة والبيت انقلب جحيم وما جاي اقدر حتى ادخل لجوه قل لي يمشي يدخل ولبس لك حاجة وخل نروح للمسجد ونصلي ترى الجين موجود ويانا وراح يظل الى يوم يبعثون يعني رح يظلون ويانا المهم خفت اطوب قل لي رح ادخل اني وياك اول ما حط رجلة على العتبة مالباب قام يقرأ قرآن بصوت عالي الغاية ما دخلت لي جوه ولبست ثوب بسرعة وطلعت رحت ويا للمسجد صليت شعرت براحة نفسية وظليت قاعد من مسجد ما اريد اطلع وغادر المهم فجيراني هذا سولف للشيخ والامامة المسجد قل لي بيته كذا وكذا قل لي باشر ان شاء الله ويا صلاة الظهر الروح لي للبيت وصدق ورا صلاة الظهر اول ما خلصت اجوه علي للبيت جيراني والامامة المسجد وشنت آني توني داخل للبيت جبت زوجتي وابني ودخلت فطب وقام يقرأ قرآن بالبيت ماكو اي حاجة بالبيت وضعيته طبيعية فزوجتي قلت لاني هم شفت كذا وكذا قرأ عليها وكانت وضعيتها طبيعية وما بها اي حاجة وقرأ عليها قال ما بيكم اي شي يرادقكم بستحصين ودائما اقرؤ قرآن وقام يقل لنا ان اقرؤ صورة ياسين والبقرة والصافات يعني الايات ما للرقية دائما تقروهن والقرآن ترى هو كل علاج اهنان ابني وحدة واقف يمنة كأنه واحد سحبة يعني ونضرب بالحياة وحتى كانت ضربة قوية فكنا استغربنا وكنا ظلينا جامدين بمكان جاب الولد وقام يقرأ علي القرآن وهذا الكلام كله دار بالصالة اللي احنا قاعدين بيها والصالة بيها عدة اغراض ومن ضمنهم طاولة وسطية واحنا جنا قاعدين بعيدين عنها فهو يقرأ علي القرآن اخر شي اتكلم الطفل اللي هو ابني لكن مو صوته هذا اتكلمه بصوت شوية بيخشونه وقال له كافي تقرأ انا ما رح اخرج وما رح اطلع من جسده ولا رح اطلع من البيت وندخل باجسادهم شوكة مريد ابو واما الوضعية عدنا جدا عادية ولاذة تقرأ ترى راح احرق البيت وراح اذيكم جميعا اللي حدث هنا سمعت صوت ما شخص يتكلم بالمطبخ وما كان اكو احد بذاك الوقت حتى الشيخ ناظرت علي كان وجهه يعني غريب حتى ملامحة تغيرت يمكن شعر بالخوف المهمة طاولة وحدها راحت يمين ورجعت يسار بسرعة وبعدها ان قلبه توحدها على الارض وحتى الجام اللي بيها تكسر استمر الشيخ بقراءة القرآن الغاية ما قام يصرخ ويقول له راح اطلع وخلص بعد ما ارجح لكن كف عن قراءة القرآن المهم قلنا له راح اغادر واطلع وبعد ما قال هاي الكلمة ابني شهك شهكة قوية جدا وظل مستغرب بينه ولما شاف احنا كنا موجودين قريبين عليه بيشه بوسته وحظنته والشيخ ظل مستغرب المشكلة مهنة المشكلة احنا بعدنا موجودين بالبيت البردة تحركت وحده كأنه واحد فتح الشباك لوراها ودخل عليها هو يعني طارت صعدت لي فوق وردت رجعت وبعد هذا الموقف كله اللي صار وعرفنا انه الجن موجودين ببيتنا وما عرف شنو السبب لان حتى هو الجن ما ذكر السبب ذاق الوقت لكن الشيخ لما نسولفت لكل الاحداث قال احتمال الافعال اللي ضربتها زوجتك المهم فقمنا بشكل يومي انحصن نفسنا لكن البيت ظلت بيه امور غريبة بيبان تنفتح بالليل اصوات ما الخطوات ما الناس تمشيو احنا نايمين اشياء تنتقل من مكانها وعرفنا انه الجن خلص بعد ما يطلع من بيتنا تعيشت وياهم فترة لكن ما قدرت خفت انه اتأذى اني وزوجتي وقمت رح اتاخذت غير بيت وقعدت بي ايجار وظليت اجي اني واحد يقرأ قرآن بالبيت استمرت ثلاث شهر يلا قدرت اتخلص من الجن اللي دخل ببيتي طبعا عشت معاناة مو طبيعية وبعدها الحمد لله والشكر بتيسر امري ومشت احوالي والفضل يرجع للقرآن الكريم ولهنانة وتنتقل قصتنا اليوم اذا عجبتك ادعمني بلايك اشترك لي بالقناة فعلي زر الجرس وانتظرني غدا قصة جديدة ان شاء الله